السهل الخير و اهلا بكل اخواتي بحبايبي هوات صد السمك متابعين القناة اهلا بيكو في فيديو جديد فيديو النهاردة سيكون اختباره مقارنة للفسفور العروسة مع الاكوامرين طبعا هنفتح الاثنين مع بعض و هنجربهم مع بعض و هتمنى من كل اخواتي اللي بيشوفوا الفيديو ده بعد اذنو يا جماعة نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاخواتنا هوات الصد ويتوصل لهم افادة فاتمنى تساعدونا ان احنا نوصل الفيديو لكل اخواتنا هوات الصيد جوه مصر وبره مصر هنتهي دلوقتي نعمل المقارنة مع بعض هنفتح الاثنين ده كده شكلهم العروسة والاكوامرين ده الاكوامرين وده العروسة هنشغل الفيسفور هنفتح الاثنين 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 وارجعنا لكم تاني بعد اول نصف ساعة ده شكلهم كده طبعا التواهج بين مع حضراتكم في الكاميرا ان العروسة اقوى من الاكوامارين هنروح لتاني نصف ساعة ونرجع لكم تاني خليكم معنا وكده احنا بدأنا تاني نصف ساعة معنا نبدأ نلاحظ الفسفور مافيش اي توهج من الاكوامارين التواهج في العروسة بس بيقل تدريجيا زي ما باين مع حضراتكم في الفيديو بس الغاية دلوقتي العروسة ثابت نفسه جدا وشدة الاضاءة بتاعته كويسة جدا انا متوقع ان العروسة هيكون الاحسن خليكم معنا نكمل الاختبار مع بعض وطبعا ما تنسوش دعموا الفيديو بلايك وشير عشان يوصل لكل اخواتنا هوات الصيد ويوصل لهم معلومة يستفيدوا منها فنتمنى تساعدونا ان احنا نوصل معلومة مفيدة لاخواتنا هوات الصيد خليكم معنا نكمل الاختبار وارجعنا لكم تاني بعد نصف ساعة دي كانت تاني نصف ساعة ده الفرق بين الفسفور العروسة والاكوا مارين العروسة مغطي على الاكوا مارين من اول ما اشتغل بصراحة التوهج والاضاءة احسن بكتير زي ما حضراتكم شايفين كده هنروح لتالت نصف ساعة مع اننا مش محتاجينها بس نكمل الاختبار لالاخر خليكم معنا وزي ما حضراتكم شايفين معنا احنا في تالت نصف ساعة في الاختبار الاكوا مارين التوهج بتاعه قليل بس الاضاءة بتاعته مش وحشة بس بالمقارنة مع العروسة ما ينفعش يتقارن اصلا لان العروسة اضاءة وتوهج قوي ومكمل معنا لغاية دلوقتي بنفس شدة الاضاءة والتوهج قل شوية بس الاكوا مارين ثابت على موقفه مفيش اي تغير ملحوظ غير ان التوهج قل شوية خليكم معنا نكمل الاختبار ونرجع لكو تاني وطبعا لو لسه بتتفرجوا على الفيديو لغاية دلوقتي ياريت تكونوا دعمتوا الفيديو بلايك وشير عشان نوصل المعلومة لبقى اخواتنا هوات الصيد خليكم معنا دلوقتي بعد ثلاث نص ساعة زي ما حضراتكم شايفين العروسة شغالوا اضاءته كويسة ولو تحرك كمان اضاءته هتزيد لكن الاكوا مارين زي ما حضراتكم شايفين الاضاءة ثابتة عملا تضعف بس نروح لربع نص ساعة معنا من دلوقتي شايف ان العروسة هو اللي كسبان بس يبقى زي وزي بقى الاختبارات ونكمل النص ساعة الاخيرة خليكم معنا ونشوف النتيجة النهائية دلوقتي احنا ابتدنا في رابع نص ساعة والاخيرة الملاحظات اللي موجودة الاكوا مارين زي ما هو العروسة شدت الاضاءة كويسة الوهج بتاعه كويس بس الفسفور مبقاش كامل هو طبعا في طريقة انشغل بها الفسفور ونرجعها جديدة هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بس انا من رأي ان العروسة هو اللي هيكسب وفعلا هو العروسة مش محتاج كلام الفسفور محترم جدا والاسبات التجربة اللي احنا جربناها مع بعض دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الفسفور محترم جدا وطبعا ما تنسوش دعم الفيديو باللايك والشير وخليكم معنا نكمل التجربة ودلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا معنا في الاختبار العروسة هو اللي يكسب الاكوامارين الاضاءة بتاعته ثابتة بالنسبة لعروسة ضعيفة لكن هو ده كده من ساعة ما تفتح التواهج بتاعه أقل شوية بس ثابت زي ما هو لكن العروسة الاضاءة كويسة والتواهج كويس زي ما شفتوا معنا وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص النهاردة ونشوفكم ان شاء الله على الف خير في الفيديو اللي جاي